فإذن هناك قسم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام مقربون عند الله سبحانه وتعالى فإذا أردت وهذا حق مشروع لنا جميعا ما دمنا على الأرض نسأل الله الفردوس الأعلى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقربين لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول إذا كان في آخر الزمان بعث الله رجلا اسمه كاسمي أي محمد واسم أبي كاسم أبي يعني محمد بن عبد الله من أهل بيته من أهل بيتي يصلح الله في ليل ويملأ الله على يديه الأرض عدلا وقصطا كما ملئ الظلم نجور من هذا؟ هذا المهدي المنتظر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث يقول يصلح الله في ليل يعني في ليل خلاص اصبح هو امام للدنيا ويأتيه جبريل وميكائيل